يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة القادم جلسة خاصة لمتابعة تطورات الأوضاع في اليمن ويقرار إجراءات بشأن العقوبات المفروضة على جهة وقوة ضليعة في الصراع اليمني وفاد بيان صادر عن مجلس الأمن أن الجلسة ستكون ذات طبيعة تشاورية مغلقة وسيرسها هانس غورن برقى المبعوث الأممي الخاص لليمن وإلى جانبه ديمو سومو مدير دائرة العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة بالإضافة إلى رئيس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الحديد الجنرال مايكل بيري ومن المقارر أن تعرض لجنة الأمم المتحدة المعنية بمراقبات العقوبات المفروضة على اليمد على مجلس الأمن يوم الجمعة القادم تقرير الخبراء في هذا الصدد وذات اليوم الذي ستعقد فيه اللجنة العسكرية بالأمم المتحدة اجتماعها بمقار الأمم المتحدة ترجمة نانسي قنقر